كاتبغيت وجدي وصافات بالزفدان النباتية ولكن كاتجيك غالية اجي نحضروها بطريقة اللي سهلة وسريعة غير بكاسو نصدي الحليب والحامض صراحة كاتجي رائعة جدا بحالي بحال الزفدان النباتية اللي كاتتبع تماما لا في المعداق ولا في الشكل ولا في القوان وخلاص يمكن لكم كيتحضرو بها جميع الوصافات متحضرو بها كي مثلا جميع الوصافات مثلا بحال الموراقات او اللي يديروا بها الملوي المهم كتحتاج في كل شي كتحضروها كي بها في التلاجة فيما كتبغيوها كتخرجوها وخلاص كتدوب يعني من كنتدوب كي يوموا نخدموا بها الملوي ولا شي حاجة كتدوب يعني بحالة بحالة زفدان اللي كتبع تماما اهم شيء هو ان انا كنحضروها اقتصادية كي ما قلت لكم غير الحامض وكاسو نصدي الحليب كنحصلو تقريبا على كيلو دي ال� زفدان نباتية غير تبع معي ان شاء الله في المكونات غنحتاجو هنايا الحامض من نصف الحامض فغما غنحتاجوش كمية كتيرة ديال الحامض انا هنا غنعبر معاكم غنعصرو بعد الحبة ديال الحامض ديالنا وغنعبروه من بعد كمية اللي غنحتاجوه بالضبط ديال عسير الحامض بشكية ان شاء الله المقادير يكونوا مضبوطين ومن يتمشوا وتحضر الوصفة ديالكم ان شاء الله يعني بنجح معاكم من اول تجربة شوفوا معايا هنا بعد ما كان عصر الحامض مباشر ان شاء الله غنضزو باش نكملو على الوصفة ديالنا كيما قد لكم فانا غير عصارت هنا يا حد وحدة ديال الحامض وريمني غنحتاج غير كمية قليلة ديال الحامض غير شيفو معاياش حدرت هنا ديال الحامض غير شي شوية وغنحتاجوه كذلك الواحد علباء ديال الحليب او لا كارتونة كف ما كان اسم Expectations costs كارتونا دية الحليب يمكن لكم ديروا كارتونا دية العاصر او ديروا مسلا قرعه دية للمراضة المهم اي حاجة اللي غن ناخد بها آآ اللي غن ناخد بها مسلا القالب ليات تعطيناك القالب باش ما يجيو نقطع زبدة دي الناك تقطع معنا بغي سواء كي تديروا اي حاجة لكان عندكم اكي شي شي مول يمكن لكم ديروه لمهم انا هنا غير بغيت ندير الكارتونا دية الحليب توفرت عندي و نيت يعني حتى شكي يليا الزبدة كي جيزوين كي يجيك كيام ربع درسها المهم معلنا ونضفت هاد الكارتون هادي مزيان ديال الحليب ومن بعد كندو تندهنوها بوح شوية ديال زيت نباسية اللي كيبقى اختياري اصلا وخاما تدهنوش اه القلب ديالكم بالزيت را ما كتلتصق موالو حيث اصلا الزبدة كتكون ميدومة يعني ما كتلتصق موالو دكشي كيبقى اختياري المهم معلنا هني غا نحتاجوا الكاس ونص ديال الحليب بالنسبة لهذا الكاس هدا اللي كنناخد لكم بهالعبار في انا هنا كيزين 150 ميلياتر انا هني هادفت كاس ونص ديال الحليب والحليب لك انستعمل هو حليب معقم يعني الحليب اللي ما كيخسرج دغيه هاداك لي كيكون يعني كيدرب مدة طويلة كيكون حليب معالج يعني لكن حصفضو به يعني كيكون برة طلجة و يبقى مدة طويلة ماشي هادك لي كينجيبوه وكيدراب كيخسر المهم حليب يكون ي Show T معقم هنالا لاحتوا معي ضفت كذلك جوج معالق كبار دي العصير الحامض خدينا غير جوج معالق ونخليو هاد الحليب هادا تقريبا لمدة خمس دقائق او لاربعات دقائق اني كدوز خمسة دقائق فالحليب دي انك يبدأ كريب واحد شوية كيتكتل وبصراحة مشي كريب ولي مني كديرك واحد تكتلات اللي بساطين وكيتقل القوام دي الواحد شوية المهم كيتغير ما كيبقاش الحليب بحلي كان فلقيتها هادي فكا نحاولو نطحنوه مزيان بالمكسور لما توفر عنكم المكسور يمكن لكم تخدمو جميع المكونات غير بالخلط ولكن ما الافضل يكونك الخلط دي ايكم الجهد باشك كي يخدم لكم العناصير مزيان المهم معنى هنا كي يبقى نطحن طحن بالمكسور حتى كيبقى يعني الخالي دي انك يطلق الرغاوي وكذلك حتى ذاك الحبيبات او لذاك التكتلات اللي تكتلو حتى هو ما كي يختفو وما كيبقوش كيبانو بتا تا تا في الخاليط فلقيتها هادي مباشرة غنضيفو كاس ونص دي الزبدة نباتية الخاصة بالتوريق اللي هي ميتين وخمسين جرام صراحة بنسبلها الطريقة هذي اللي غنحضر بها معكم الزبدة نباتية فهي كتسمى مضاعفات الزبدة النباتية اللي عندنا يعني كتكون عندنا كمية قليلة دي الزبدة نباتية يعني غير ميتين وخمسين قرام وفي الاخير كنحصلو على كيلو دي الزبدة نباتية يمكننا نحضروا بها كي جميع الوصفات اه بصراحة بنسبلها الطريقة هذي بتحضير الزبدة فكيخدموها اه الناس اللي كيغشو الزبدة زبدة البلدية والخصوص الناس اللي كيبيعوها كي زبدة البلدية وكتكون عندهم كمية قليلة دي الزبدة البلدية كيدروها الطريقة هذي باش كيضاعفو الكمية اللي عندهم دي الزبدة ولكن احنا هنضروها طريقة هذي غرب الزبدة النباتية ونضاعفو الكيمية ديالا باش كيا يعني كنستافدو منها وهكا كنكونو غشينا راسنا براسنا وعار في الراسنا شنو كنديرو خلاص هالطريقة هذي كيديروها احتى الناس اللي كيبيعو الزبدة النباتية المغشوشة يعني هالطريقة كتخدم للزبدة البلدية وهالزبدة هذي النباتية وصراحة كتجي حتى الجودة دي الزبدة زوينة تخدمو بهكا يا جميع الوصفات كتدوب بحالها بحال الزبدة العادية تماما معلنا هني اللحتو معايا فبقيت كام بحال الخاليب ديالي مزيان بالمكسور حتى كيبدأ يبنلنا غير الحليب في القاعي يعني الزبدة كتماسك وكتشد راسا من جديد المهم اخلاص الزبدة مني خدمنا بها خدمنا بها دافية يعني خلينا احتد فات عاد خدمنا بها خلاص هنا اغا نحتاجو كذلك كاس ونصف ديال زيت نباتية دائما نفس الكمية ديال الحليب هي نفسها زبدة هي نفسها زيت نباتية وكان خدمو العناصر ديالنا يمكن لكم تخطو القياس باي حاجة سواء زلاثة او الكسلة كان عندكم مختلف على هذا اللي عندي دائما الكاس اللي تعبرو به الحليب هو نفسه زبدة هو نفسه زيت نباتية المهم هدو هما المقادير اللي كيكونوا يعني خصمي يكونوا المقادير بحالك كيباش كيكونوا مضبوطين انا كم بدا نضيف داكسية نباتية غير شوية بشوية شوية بشوية وانا كنخدم حتى كي بدا يطلع لي الخليط وكي وليا كي يخفيف ما كيبقاش قاصح بحالي كان في اللول كان فارز الحليب على الزبدة دا باي يعني بدا كيقصح واحد شوية وفي نفس اللحظة ما بقاش مفروز الحليب على الزبدة ولا خليط واحد وفي نفس اللحظة مني كنقصه فالوقيته هدي في الإناء كنلقاوها كيا ولا دافي مبقاش يعني ماشي سخون ولا شي حاجة ولا غير دافي حيث داكس الزبدة اللي اضافنا في اللول كان دافية وتال خدمه وحنا كنخدمه بالمكسور الخليط دينا كيزيد يدفى خلاص لقاوه مني كنهزوه كيا بالمكسور كنلقاوه اعلا بحال وبحال الكريمة مني غان ديرو الزبدة دينا في تلاجة فعاد غا تتماسك ومغاس بقاش خفيفة بحالها كيا مغاس بقاش يعني هي ماشي خفيفة بزاف ولي مني غير اه ارطيها طبعا غا تنيروها في تلاجة فغا تزيد شد راسا نايا كنديرها بهاد القالب اللي حدرس معاكم في الاول ومباشرة كندوزو ندخلو الزبدة دينا للمجمد كنخليوها تقريبا لمدة جو سويا حتى كتشد راسها مزيان وعدك ساعات كندوزو مقطعوها خلاص بالنسبة لهاد الزبدة هادي فمني كنحطفضو بها كنحطفضو بها في المجمد فيما كنحتاج وكيا شي كمية كنخرجوها وكنخدمو بها حيث هي فيها الحليب ولا بقات غير تحت تلاجة يعني غير تحت تلاجة مدرناش في المجمد فغا تخسر تكشيالاش ديروها في الفريقو ودائما نيكس بغا وكيا وحد كمية دي الزبدة كتخرجوها كتخدمو بها وكيا لحظو معايا واني كان خرجوها من الفريقو قسكن شاذت ظبا دراسها بزيان ولكنهي القوام ديوه الحقيقي وكيكون بحالو حليل تلك القوام زبدة اللي بتكون dough time타�etto بعمد من المهم PRO symptoms ح زبدة مثل ويكون أركض في البواfortات ؟ وهي القوام ديو previously theterhouse فهيه القوام ديوه يكون بحالة تمام eine ولمني كانت خليو هي ب Rhodaria في المطبخ واتربك تكل theater ادرجةressive المطبخ فكيولي القاوم دياله بحال الزبدة ديال التواصي. اخلاص الزبدة صراحة كتجي رائع جدا كتجي كتدو بي ممكن لكم تخدموا بها جميع الوصفات. هنها كان باستيا معكم في المقلقة. لو كتوك تخدموا بها الملوي ولا شي حاجة. تبيروك كيف المقلقة كتدو بوها. بحالة بحال الزبدة النباتية العادي يوم بعد كتخدموا